اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة قبل ما ندخل الهواء على طول كان اتحاد الكرة أصدر خبرا رسميا بخصوص الوضع بالنسبة لإصابة نجمينة المصري الكبير أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح محمد صلاح كان خرج من المباراة أمس مباراة تغانا متأسنا بإصابة بشد في العضلة الخلفية النهاردة الجهاز الطبي في كودفار أجروا الإشعاعات اللازمة بالنسبة لمحمد صلاح وتم التأكد أن محمد صلاح يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وبالتالي هيغيب عن المباراتين القادمتين لمنتخبنا الوطني في وام أفراق المؤكد هيغيب عن مباراة كافيردي لحد ما نشوف مباراة دوري 16 اللي هيغيب عنها أيضا نسعد الأول إن شاء الله بإذن الله نسعد وهيغيب عنها للأسف برضو محمد صلاح وهنا فرصة إنه نبدأ مع حضراتكم حديث النهاردة بالكلام عن محمد صلاح مبارح بعد ما خلصت الهواء أنا طبعا داخل الهواء مبارح وكان المطش لسه خلصان وكلمت معاكم عن بعض الناس أو كل من الناس اللي شافوا مثلا يعني محمد صلاح خرج من مباراة مصر وغانا متعمدا وما كانش عايز يكمل المباراة فأدعى الإصابة وقلت لكم وده ده كلام فارغ وده ما نفعش كلام أصلا نتناش فيه ومش أقرره تاني خلص الحلقة لقيت الناس بتقتر اللي بيقوله كده بيختاروا وبقيتش عارف أعمل إيه وبقعد أقول بأي منطق وبأي طريق وليه أصلا ممكن محمد صلاح يفكر في كده طيب هنحاول نبقى هدين النهاردة ونتكلم مع بعض بشكل كويس وقبل ما أبدأ حديثي عن صلاح ومسرته العظيمة مع منتخم مصر فيه دلوقتي فريقين فيه فريقين فريق يدعم ويساند محمد صلاح لأنه يستحق دائما المسندة والدعم ولأنه أعطى لمنتخب مصر الكثير على مدار 11 سنة هو كان نجم المنتخب الأول فده طبيعه ومنطقيه وفيه جزء تاني أو فريق آخر اللي بيحب ينتقد محمد صلاح عمال على بطال اللي هو بص أنا هنتقدك أنا هاجمك تمام مشكلة بقى في الفريق التاني ده الفريق التاني ده إن ده متقيل شوية ليه هو مش عايز الفريق الأول أصلا يتكلم على محمد صلاح صلاح كويس يعني ما كلمت مع بعض الناس اللي هما شايفين محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر عشان أفهم يعني هما بيفكروا إزاي فقال لي ما هو برضو اللي بيستفزنا الناس اللي بتقعد تضخم وتكبر في محمد صلاح عوي هما دول اللي بيخلونا نفضل نهاجمه وننتقده هو بأمانة على مدار التاريخ على مدار تاريخ كرة القدم المصرية مين جيه أصلا زي محمد صلاح بلاش على مدار منتخبات مصر كلها مين جيه تأثيره أكتر من محمد صلاح هتقول لي لا اسبتنا ده فيه ده فيه أسماء عظيمة مرت على منتخب مصر مليون في المية أساطير كلهم أسماء مش طبعية بس حجم تأثير صلاح لوحده في منتخب مصر دلوقتي تأثير مرعب